يقول بعض الناس إن الوقت من الذهب ولكن الحقيقة إنه أعز من الذهب فالذهب قد يستغنى عنه ولكن الوقت لا يستغنى عنه بل هو السبيل والطريق إلى كل ما يرضي الله ويقرب لديه وهو ظرف لك فيه عبدالله ما جعلت فيه من خيرب وشر فجدر بك أن تنظف هذا الظرف وأن لا تخزن فيه إلا ما ينفعه فالليل والنهار مطيتان وخزانتان يخزن فيهما الخير والشر والوصلان للعبد إلى النهاية فجدر به أن يصولهما وأن يحفظهما وأن لا يخزن فيهما إلا ما ينفعه من قول أو عمل